سيد النائب سعيد بعزيز باسم فريق الاشتراكي نواب الحضور الكريم صباح الخير يشايفني انا تناول الكلمة باسم الفريق الاشتراكي في اطالة المناقشة العامة لمجموعة من المشاعيع قوانين المتعلقة بالمنظومة الفلاحية ببلادنا وابدأوا بمشروع قانون 63-18 الذي ابتدأتوا به سيل الوزيه المتعلق بتغيير وتتميم الضهر الشايف بمثابة قانون 277-72 وحد بتاريخ 29 دجانبي 1972 سيل الوزيه اكيد ان هذا القانون جابشي حل واحد المجموعة للاشكالات ولما قلتم النهوض بالوضعية الاجتماعية والاقتصادية الفلاحين فكان ذلك عن صوابع ليش انه اليوم في الواقع واحد المجموعة ديال المشاكل الاجتماعية خلقها هذا القانون ديال 72 بل اكتر من ذلك مشاكل اسائية هناك الان صياعات داخل القصة على هاد العقاءات هدود لعدد ديال المستفيدين اللي بازالين اليوم ما حصلوش على افعال يد وصل لعدد ديالهم العشاء الاف فلاحة على المستوى الوطني وبالتالي فهذا المشروع القانون غادي حلين هاد الاشكال باش غايتم افعال يد على اه الاراضي اللي تيستغلوها هاد الفلاحة وغايكون مجال مفتوح للواتة فيما بعد ذلك انهم يقسموا التاليكة وفق القواعد المعتمدة في نظام اه عشنا واحد مجموعة المشاكل على المستوى الواقعي وبالتالي اكيد انه تم وضع الحد ديال لها خاصة بفتح المجال امام الواتة ايضا امام الاضاءة السيد الوزير الاضاءة ايضا وهنا كان نجدكم باش تكون مستوى واضحة انه احنا وقفنا على ملفات في الضهية ديال 72 واللي كانوا فيها الاضاءة احيانا بمجرد الوفاة ديال المستفيد كي يحاولوا ما امكن هم يبيعوا القطعة الواحدة اخوه اليوم بهذا القانون غادي تحفس هذا شيء وغادي تمشي القطعة لمن له الحق بها بها وفيها وبالتالي فلا مجال للتلاعف بعد بعد اليوم اكيد انه في نفس سياقه المشروع قانون 6219 متعلق بسن مقتضايا خاصة تعلق باقتناء الشركات المساهمة وشركات توصية بالاسهم عقاد فلاحية وقبل الفلاحة خارج دوائي الحضائية واللي جا في سياقه واحد منظومة قانونية اللي بلادنا اعتمددها مؤخان والمتعلقة باصلاح هياك العقاية وتشجيع الاستطناف الاضي الفلاحية وتنظيم استغلال العقاة الفلاحية ومجموعة من القوانين في هذا السياق هذا يمشي مباشرة الاتيسانة المتعلقة بحماية النباتات سيلوازي اكيد انه احنا عدنا التزامات دولية والدستورت يفضع لنا اليوم انه اللأم القوانين ديالنا الوطنية مع الاتفاقات والمعاهدات الدولية اللي صدقنا عليها وبالتالي فهذا المدخل الاساسي لهذا المنظومة القانونية خاصة ان اتفاقية دولية لوقاية النباتات اللي صدق عليها بلادنا في 8 ياني 14 ثم اتفاق تطبيق تدابيع الصحية وتدابيع الصحة النباتية ديال منظمة العالمية التجار ومن هذا المنطلق واعتبارا لكون اليوم الحق في الصحة هو حق للجميع والحق العيش في بيئة سليمة هو حق للجميع فهذا مدخل للحديث عن الحق في التغذية السليمة والعيش الكائم في هذا الاساس وبالتالي فاعتقد ان هذا المنظومة المتعلقة بحماية النباتات لابد انه اليوم تمشي في السياق انها تأمن لنا الحق في التغذية السليمة والحق في الصحة السليمة سواء تعلق الأمر بالإنسان أو الحيوانات أو حتى في المحيط البيئي وأعتقد أن المنظومة القانونية خاصة القانون 2295 أثبت محدوديته في التعاطي مع الإشكالات التي تهم السنة الصحية واليوم خصويت ما شامع الإستراتيجية الحكومية فيما يتعلق بفلاحة مستدمة ومسؤولة كما قلتم سيد الوزير وبالتالي فالاتزام والسيف نحو إرصاء هذا المشاريع القوانين هو مسألة أساسية من أجل توسيع المجال الفلاحي من أجل تنوع دياله من أجل تطور دياله من أجل مواكبة المواقبة أنه حتى لو كانت عندنا المواقبة ما غير يكون عندنا الكسر ونحن نتذكر الوقائع الإيقافة للمنتجات الوطنية بسبب هذا النوع ديال الأفات كانت وقفت لنا أعتقد في 2018 على مستوى المنتج ديال الطماطم كانت وقفت لنا شي 93 طن أنا دك بالنسبة لروسيا لأنه كانت فيها إشكالات ديال استعمال المبيدات أيضا كان على مستوى البوتقال في فطاطين أخرى وبالتالي مني غادي تكون عندنا المواقبة والحماية ديال النباتات من هذه الأفات أكيد أنه ما غاديش يكون عندنا كساد وبالتالي غا يكون عندنا واحد العلامة إضافية ومميزة للمنتج الوطني ولا وهي أنه محمي من كل الأفات وأيضا خصنا التقيز على مواقبات المبيدات التي تستعمل في هذه المسألة ونحن نعيش مؤخرا على نقاش في مواقع التواصل الاجتماعي وهذا الاجتماع كهناش أنه الحكومة تعطينا فيها إيها المتعلقة بعدم سلامة بعض المنتجات التي تدخل بلادنا ويتعلق الأمر بالطمور التي تدخل من الدولة الجاءة والتي تتحدث على أنها طمور فاسدة وتسوق للمغايبة وبالتالي هنا ما كهناش أنه يكون عندنا توضح في هذه المسألة ما يتعلق أيضا في مشروع قانون 76-17 نفسه متعلق بحماية النباتات خصنا نقذ اليوم على المكتب الوطني السلامة الصحية المنتجة الغذائية ونحاول ما أمكن ناجع الهيكلة دياله على المستوى الوطني على أساس أنه يشمل كل طواب الوطني لأن هذه مؤسسة لدات قيمة مضافة بالنسبة للسلامة التغذية ديال المواطنين والمواطنين وبالتالي سيكون عندها هيكلة على مستوى كل الأقاليم ديال المملكة وأيضا نوسعه في اختصاصاتها وصلاحياتها سيما فيما يتعلق بالجانب الزجري وأيضا في طريقة تدبيع السيئة لأنه اليوم هذا المكتب هذا بالنسبة لتجهيزات والآليات اللي موضعها نشاطه ما يمكن شغط الطواب الوطني كامل أعتقد أنه خصو لا بد أننا الحديث على توسيع المواقبة بشأن بقايا المبيدات وأيضا الحماية ديال النباتات خصونا القوي وهذه المؤسسة اعتبارا الأهميتها فيما يتعلق بمشروع قانون أبعاء 38 المتعلق بمنتجات حماية النباتات أيضا كان أكد السيد الوزيع على أنه الهياكي اللي غدي تجيه هنا خاصة للجنة الوطنية ووضع مخطط سنوي لمواقبة استعمال المبيدات وأيضا في القانون السابق كانت عندنا أيضا إنشاء الشرطة الصحة النباتية أو إعداد مخطط وطني استعجالي للتدخل في مجال الصحة النباتية أعتقد السيد الوزيع الملتمس ديالنا في هذا المجال هو أننا نعجله بهذا المسائل لأنه هذا المخطط ستوضع مباشرة بعد نشر القوانين من أجل أنه فعلا ضمنه ما جاء على لسانه وكون متعلق بفلاحة مستدامة ومسؤولة لضمان سلامة الإنسان والحيوان والبيئة فقط سيد الوزيع حتى لا أطيل أريد أننا نختم بواحد المسألة اليوم التي تتعلق بالكوائد التي تتوقع في المجال الفلاحي وهذا ملتمس سيد الوزيع أنه الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الجمعة المنصايم عاصفة نحن نعرف بأنه كانت تأمين على المخاطر في المجال الفلاحي ولكن ليس كل في اللحين يؤمنون يؤمنون في اللحين الصغار الذي لا يوجد إلمان بوجود تأمين الفلاحي وأعتقد أنهم ستستفيدون من ما يتعلق بالكوائد الطبيعية لأنه الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الجمعة عاصفة جاءت على الأخضاء واليابس في المنطقة الساكة في إقليم قاسيف أطفال دخلت شبان وأطفال كانوا قبلين كسبة ديالهم دخلتهم مستعجلات لأنه أصيبوا خمس شبان بجروح متفوتة الخطوة أيضا أشجاد الزيتون جاءت على أخيها أيضا الواحد طاقة الشمسية ما بقيتش يعني واحد الخسارة اللي هي كبيرة فضل منطقة بالنسبة لهذا الفلاح السي الوزير وأتمنى صادقا أنه نلقوا لها مجال في جيل الأخضاء من أجل أنه نكونوا نعاجوا هذه المشاكين اللي ما عندهاش تأمين في له مسألة أخوة والتوسيع ديال المواقبة ديال الحماية للنباتات على مستوى كل الأقاليم لأنه اليوم لأغلبة الأغلبية ديال النقاش كيتحدث على الهندية أو على الصباء ولكن هناك أيضا مشكل ديال اللوز هناك مشكل ديال اللوز مناطق ديال الشق وعندنا أيضا في الإقليم القسيف على مساوي جماعة المسجدين هذيك الآفة اللي كد كد حيض الشجاة مجدد ديالها سيما منيك تكون عدنا بتها مسألة أيضا في نفس السياق أيضا صفرجل الوأشجاء أخرى بالتالي فسي الوزير خلصنا نأكدوا على هذا المسألة ديال المواقبة والضبط الآفات قبل انتشاها وماش يغيب الضبط في مانس دكشي لك نستويدوه بل أكثر من ذلك أنه أنتم ماذا تذكر سوس الحمار ما جاتش في منتوجة في لحية جابها مسافية معاها في شكري من الأشكال وبالتالي خسن نضبطوا هذه المسائل وشكرا لكم سي الوزير شكرا سيد رائس شكرا سيد نائب